أنت تعمل أفضل من وزارة العمل كما قال السيد السوداني يعني بصرح هذا التصريح هو بالألفين واربع عشر ولكن دائما يستخدم بالفترات الأخيرة الأخيرة هذا يجعل هناك خلاف بينه وبين سيد وزير العمل أكل لكل الاحترام والتقدير كي هذا التصريح سابق بالألفين واربع عشر من كان وزير العمل سيد محمد الشاعر السوداني احنا بصراحة خلي نقول أنه التقصير الأولي منذبه دائما على أن التقصير الأولي هو من الأسرة نفسها احنا اليوم كثير من الأطفال هم مستغلين من قبل الأسر الأسر هم اللي تعتمل عليهم كل شيء يعني على سبيل المثال الأب والأم موجودين وعدهم سبع أطفال وسبع أطفال بدون مستمسكات رسمية قلت له أنت العدة سبعة بدونها فسألته قلت له ليش ما طلعت مستمسكات الأولادة؟ قال والله ما عدي فلوس قلت له يعني تعرف أنت تخلف يومية تخلف تعرف بس ما تعرف تروح تطلع مستمسكات الأطفال قلت له ليش ما عدي مستمسكات قلت له تقرأ وتكتب قال لا ما قلت له زين أنت ما تعاني؟ يعني ما تقرأ وتكتب زين هاي معاناتك ليش تنقلها لأولادك؟ بما أنه بدون مستمسكات رسمية إذن بدون تعليم وبما أنه بدون تعليم إذن هو عمالة مبكرة وبما أنه عمالة مبكرة إذن هو تسول وبما أنه تسول فمصير الأحداث وسجون الأحداث وممكن تكبرها إلى سجون الإصلاحيات الكبار الموضوع يبدأ من الأسرة وينتهي عند الحكومة الحكومة اليوم لازم تشرع قوانين تحمي الطفولة بالعراق تحميهم حتى من الأب غير الجدير بالأبوة يعني اليوم الأب اللي ما يطلع مستمسكات للأولادة يحتاج أن نشرع قانون نحمي الأطفال من يمه اليوم الأب اللي ما يخلي أولادة يدرسون نحتاج أن نشرع قانون حتى يجبر هذا الأب يروح للمدرسة للأطفال الأب اللي يطلع طفل يتسول عمره تسع ستين سبع ستين عشر ستين من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل أحيانا توصل واحدة بعد منتصف الليل هذا يحتاج أن نشرع قانون تحمي هذا الطفل من يمه لأن المكان الطفل ليس بشارع مكان الطفل في المدرسة كل الجهات مقصرة الأسرة والمجتمع والحكومة اتجاه الأطفال وحتى نحن منظمات المجتمع المدني مقصرين اتجاه الأطفال لأن الموضوع ليس موضوع أكل ولبس فقط الموضوع أنه أنت شون تخلق إنسان عندك رامة يعني عدنا 45 ألف منهم بلا أوراق تبوتية سيدة ذهبي ما هي هاي المشكلة أنه يعني حسن خلي نكون شوية يعني منصفين حسن حتى وان كان عدة تقاطع مع الحكومة ولكن المستمسكات الرسمية مجانا والتعليم مجانا والخدمات الصحية مجانا يعني هناك قصور وعزوف من قبل الأسرة يعني أنه